اجتماعات مستمرة على مدى يومين ما بين الحكومة واتحاد المزارعين لدراسة الحلول الكفيلة للنهوض بالقطاع الزراعي وذلك على خلفية رفض المزارعين لقرار وقف استقدام العمالة الوافدة للقطاع التفاصيل في هذا التقرير عام ونصف العام من الخلافات بين الحكومة والمزارعين على خلفية قرار وقف استقدام العمالة الوافدة بدأت الحكومة تتجاوب مع مطالب اتحاد المزارعين الذي لوح بوقف توريد الخضار إلى الأسواق المركزية المحلية مباحثات مكثفة على مدار يومين بين المزارعين ورئيس الوزراء ووزير العمل لتمكين الكطاع الزراعي من تجاوز التحديات التي تواجهه أهمها تراجع نسب الأراضي المزروعة وقلة الإنتاج وزيادة الأعباء المالية بعد قرار وقف الاستقدام وخلال المباحثات قدم الطرفان مقترحات لمعالجة الاختلالات التي حدثت في سوق العمل بالقطاع الزراعي ستكون غرامة على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل العامل الوافد الزراعي في القطاعات الأخرى عقد الجديد سيمنع منعاً باتاً للعامل الوافد عند تركه العمل أن يتم مغادرته واستبدال هذا العامل بعامل آخر سيكون العقد هناك في مشاورات أن يكون العقد لمدة عام أو لمدة عامين إعطاء حاجة المزارع الفعلية من العمالة والتي سيتم تقديرها من خلال وزارة الزراع أو وزارة العمل التفاهمات بين الحكومة واتحاد المزارعين جاءت في الوقت الذي يستعد فيه المزارعون للموسم الشتوي الذي يتوقع أن يشهد تحسناً مع إعادة فتح بعض الأسواق الخارجية الرئيسية للقطاع